السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاحبة الكرام نجدد الترحب بكم الى هذا اللقاء وموضوعنا الذي نريد ان نناقشه معكم اليوم هو قضية البركة وعلاقتها بغلاء الاسعار تعلمون جميعا ايها الاحبة الكرام ان لا حديثة للناس هذه الايام سوى عن قلة المؤونة وغلاء الاسعار وكل واحد ربما يذكر الاسباب والدواعي لهذه الظاهرة منهم من يقول بانها مرتبطة بارتفاع الاسعار العالمية وقلة المواد الاولية وغلائها وايضا غلاء المحروقات ومخلفات الحرب الاوكرانية الروسية وايضا مخلفات جائحة الكورونا وداهرة الوسطاء الوسطاء الذين كثروا ولم يجدوا ضوابط اضف الى ذلك منهم من يقول بان الازمة هي مرتبطة بالتدخم ان المغرب يعاني من التدخم وقد وصل الى 8.2% وهي نسبة مقلقة يعني تحاليل اقتصادية كثيرة ومتعددة ومن من يقول انها البرجوازية الشرسة التي تسن قوانين وتنهج اختيارات من شأنها ان تغني الغني وتفقر الفقير كثير من السيناريوهات نحن نريد ايها الاحباب الكرام ان نطرح سيناريو اهل الله وسيناريو مستمد من القرآن والسنة والمقاصد العليا للشريعة وهو ان غلاء الاسهار ربما قد يكون بسبب رفع البركة لان سر الوجود هناك حكومات في كل دولة هناك منتظم دولي وهناك حكومة دولية كبيرة سرية تنظم شؤون العالم ولكن فوق كل هذا وذاك وذاك هناك ارادة الله وهناك الحكم المدبر له الحكم سبحانه وتعالى ويدبر الامور جل جلاله وربنا عز وجل ارشدنا في كتابه العزيز بان هناك البركة اذا سلبها الله تعالى صارت حياة الناس عذاب وطرحوا سيناريوهات كثيرة في التحليل وحقيقة الامر ان الله سلب البركة واذا رأيت الرخاء والازدهار ورأيت التنمية ورأيت السعادة بين الناس اعلم بان ربك قد اعطى ومنح هذه البركة في كتابه العزيز جل جلاله يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحن عليهم بركات من السماء والارض فربنا يقول بانه مجرد ان يكون هناك الايمان والتقوى في قلوب الناس وان يكون الرضا بالايمان واليقين عهد على الله ووعد منه انه يفتح لنا البركات ما معنى البركة البركة يفسرها العلماء هي ثبوت الخير الالهي في الشيء ثبوت الخير الالهي في الشيء لان الشيء قد يسلم منه الله تلال البركة فلا خير فيه ولكن قد يكون قليل ويضع فيه الله تعالى البركة فيصير كثير ربنا قال بركات ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحن عليهم بركات من السماء والارض بركات يعني من كل جانب من حيث لا تحتسب الارض تتصعد خيراتها من بترول وغاز وفصفات ومواد اولية كثيرة والسماء تمطر في ابانها على المناطق الفلاحية وخيرات لا تعد ولا تحصى لفتحنا الفتح الرباني لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض هذه الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الناس اليوم هي ليست حديثة ففي كل زمن هناك ازمات حتى في التاريخ الاسلامي الاول كانت هناك ازمات ولكن كان الناس يبحثون عن منطق التحليل الاسلامي لمواجهتها نذكر على سبيل المثال في عهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وقعت ازمة كبيرة مثل هذه ازمة فيها غلاء الاسعار وقلة المؤونة والحكومة تورطت ولم تجد الحل المناسب للتعامل مع الوضع سيدنا عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد جمع الوزراء وجمع المجلس الحكومي وجمع المستشارين وقال لهم اريد رأيكم لان عقلي فيه رأي واحد ولكن عقول شتى فيها اراء متعددة اريد ان اسمع الرأي والرأي الاخر حتى استطيع ان اكون مفهوم واضح للازمة وعن اسبابها ودوائها ثم التمس الحلول فمعظم المحللين ذكروا ما ذكرناه من قبل تضخم غلاء مواد اولية ضعف المراقبة الاحتكار مسائل معروفة عند الناس شراها في الاشتراع عند الناس عندهم شراها بجموعة اسباب فقالوا ماي الحلول الحلول اتفقت على اننا ينبغي ان نزيد في الضرائب واننا نزيد في كده وندعم كده فسيدنا عمر ابن عبد العزيز قال الشعب مهلوك وانزيدوا ضرائب اخرى وانغلوا الاسعار انا اريد حلول ويقول لهم ان الله تعالى لم يبعث محمدا جابيا وانما بعته هادية ليس دور محمد صلى الله عليه وسلم ان يجب الضرائب ويملأ الخزائن لقد بعته الله هادية اريد هدايات فاحد المستشارين كان معه رجل رباني من اهل الله كان يغلب المنطق الاسلامي ومفهوم البركة عنده يؤمن به قال يا سيدي انني لما اقوم بجولة حول ظروف الناس اسمع ناس ماذا يقولون فئة هموها الاكبر هو جمع المال من ابناء الشعب اذا التقى رجل مع رجل يقول له كم ربحت في هذا الاسبوع كم ادخرت في هذا الشهر كم بنيت من الدور كم اقتنيت من الاراضي والنساء لما يلتقين فيما بينهن يتكلمنا كم اقتنيت من الخماش كم اشتريت من الذهب والفضة والحلي هذا وكلام الناس وفي اثاني يقول كم تزوجت هذا العام بمن عدت السنة المقبلة ستعدل السنة المقبلة من طلقتها لست تكلمون عن الزواج والمعاشرة والنكاح والطلاق وأروج يعني سوق رائجة فقال اني ارى ان نغير منطق الشعب الحل اننا نغير طريقة اسلوب الحياة عند ابناء الشعب قال كيف ذلك قال ينبغي ان نبت القيم الدنيا في الناس اولا نغرس في قلوبهم القناعة القناعة الرضا الرضا يعني من اعظم الكنوز التي اعطاها الله تعالى هو الرضا ارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس ثم القناعة بالقليل ولا نتوسع في اقتناء الاشياء لان الذي يقتني الاشياء كثيرا اذا اشتهى شيئا اشتراه فانه ينطبق عليه قوله تعالى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها لا ينبغي ان كل ما اشتهيناه نقتنيه ونبت في الناس التقوى لان ربنا عز وجل امرنا بالتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم نبت في الناس العبادات ان يؤدوا في وقتها ويكثروا من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ثم نبت في الناس ان يتكافلوا فيما بينهم ان يتعاونوا من كان عنده فضل ظهر فليعود به اعلاما لا ظهر له ومن كان عنده فضل الزادين فليعود به على من لا زاد له ونخلق في الناس هذه القيم فسيدنا عمر ابن عبد العزيز سمع هذا الكلام فاعجب به وقال ان سوف نشتغل على هذا السيناريو فعلا بدأ سيدنا عمر ابن عبد العزيز يجتمع مع المسؤول على الجانب الديني في دولته ويجند العلماء ويجند الدعاة ويأمرهم ان يتجنبوا الجدال في القضايا الهامشية ان يتجنبوا بث الخلافات فيما بينهم ان يتجنبوا ان يبحثوا في الفروع وينسوا الاصول يتجنبوا الكلام في قضايا عوض ان لابد ان يبنوا عوض ان يهدموا وان يجمعوا عوض ان يفرقوا حتى الدعاة والعلماء ووجههم بان يشتغلوا وفق مقاصد العليا للشريع وفعلا بدأت حملة كبيرة في الدولة الاسلامية في ذلك الزمن بعد مرور سنة ولما كان الحساب المالي ولما كان درازة الميزانية العامة جاء وزير المالية جاء يشتكي فقال يا امير المؤمنين لقد فاضت خزائننا بالاموال الاموال كترت الخير كتر عندنا لسنا ندري وهذا معنى قول الله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض في تلك السنة جاء المطر في ابانه وحينما تسقط المطر لم يسقط في الاماكن الغير المناسبة سقط في الاماكن الفلاحية بالضبط ثم تم اكتشاف عدة معادن وخيرات الارض من فلاحة ومن صيد بحري ومن خيرات كثيرة والناس قلصوا من الاشترا والناس تكافلوا فيما بينهم والناس حاربوا الجشع والاحتكار والغلاء والدولة سعرت المواد الغدائية الاساسية من طعام وشراب ومن ادوية ومن اعلاف قامت بدعم للمواد الاساسية سبحان الله بعد مرور سنة واحدة فقط جاء وزير المالية يشكو ويقول لقد فاضت خزائننا بالاموال الخير كثير فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز هل اعطيتم لفقراء المسلمين قال لأعطيناهم حتى اعطوا الزكاة عن انفسهم كنا نذهب عند الفقراء نقول ايها الناس من يريد مالا فيقولون نحن لا غرضنا به هذه زكاة اموال يقول لن نأخذها حتى الغارمين الناس الغارمين عندهم ديون اعطوا الديون عن انفسهم فقال يا امير المؤمنين لم يبقى في ارض الاسلام من فقير اغنى الله الجميع لا ما هناك ليس هناك غريم ولا مدين ولا هناك من يريد الزكاة يذهبون الى الاسواق والامكن العامة والمساجد من يريد الزكاة الزكاة هي اوسخ الناس لا نرغب فيها نحن كفان الله اغنان الله تعالى من فضله فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز وهل اعطيتم لفقراء اليهود والنصارى لان الدولة الاسلامية الاولى التي كانت ممتدة من جاكرتا الى المحيط الاطلسي كان فيها عدة اقليات يهودية ونصرانية يعيشون في امن وامان وسلم وسلام وكان سيدنا عمر يحتفظ بحقوقهم ويعمل على حفظ امنهم فسأل هؤلاء هل اعطيتموهم من مال المسلمين تومك استحقوا فقال لقد اعطيناهم حتى اعطوا الجزية عن انفسهم حتى الفقراء لان المقابل ان المسلمين يعطون الزكاة فاليهود والنصارى من اهل الكتاب يعطون الجزية وحتى فقراءهم لقد يخذوا الجزية صارهم يعطون الجزية يعني ان اغنى الله الجميع فقال سيدنا عمر ابن عبد العزيز وهل اعطيتم للعبيد العبيد لانك المجتمع الاسلامي الاول كان قديما كان فيه العبيد العبيد كان احتل مؤخرا في امريكا في 1926 عدا قام الرئيس الامريكي ابراهام لين كولن والغى نظام العبودية امريكا دولة الحرية والديمقراطية وقائدة الدرك الدولي ومع ذلك كان فيها الى حدود 1926 يعني مئة سنة هذه كانت امريكا في العبودية سائدة في ذلك العهد في عهد عمر ابن عبد العزيز انهى الله تعالى العبودية تقريبا في المجتمع الاسلامي قال سيدنا عمر هل اعطيتم للعبيد قال لما بقي في ارض الاسلام من رقابة مملوكة كانت هناك اسواق نخاسة يباع فيها الرجال والنساء العبيد والجواري وغيرهم كما تباع البضائع فكان الناس يشترون هؤلاء الرقاب ويتلقونه في سبيل الله قال لما بقي في ارض الاسلام من رقابة مملوكة قال لها لأعطيتم للشباب شباب المسلمين شباب العاطل قال لها ما بقي في ارض الاسلام من عاطل لقد اعطينا الشباب ما يقضون بحوائجهم ويزوجون به انفسهم ويربون به ابناءهم كان ذاك الزمان دا الوحدة مثل ما يسمى الان عندنا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه لست حديثة هي مستنبطة ايضا من تراتنا الاسلامي الخالد فاقام الشباب هناك قطاع في حكومة عمر بن عبد العزيز يهتم بالشباب لانهم عماد الامة كلما كان الشباب فيه اريحية وكان عنده الرضا وكان عنده الاقبال يعني ان الامة بسلام الشباب صمام الامان ففعلا قال لأعطيناهم اعطى الشباب من احمالية ليقوموا باعمال وتجارة وخدمات وحرف وصناعات وصالوا يكسبون ومنهم من تزوج وآقام بيتا الشباب لم يبقى يشعر بانه مهمش وانه معطل وانه كأن الحكومة لا تنتبه اليه في ذلك الزمن ما بقي من شاب يحتاج ثم قال وهل اعطيتم لمساجد الله المساجد دور العبادة من بيع وصلوات وكنائس وغيرها قال لي لقد جعلنا لها جعلا يكفيها السنوات ودوات العدد كان اول من وضع الاوقاف في البيوت الله هناك اوقاف كل مسجد في محلة تجارية عنده اكريا بها يتم اداء الاجور دي المستخدمين هناك الامام والخطيب والواعد والمنظفين والكهرباء والنظافة وغير ذلك فكان المساجد وبيوت الله حتى المعابد اليهودية والكنائس النصرانية جعل لها جعلا يكفيها السنوات ودوات العدد فبقي سيدنا عمر بن عبد العزيز يسأل وزيره في المالية شكن القطاع اللي بقي ما زال ما عندوش فقال لكل القطاعات الحمد لله كل شرائح المجتمع ربنا اغناها قال لدب الان ازمتي اي سيدي هذا المال فاض ماذا افعل به هذا المال ماذا افعل به قال لهذا المال اشتري به حبا وذره في الصحراء تأكل منه طير الله اشتري مني حبا وهكذا ما فعل الوزير المالية انتدب وزير الفلاحة واشتروا حبوب كثيرة وصاروا يذهبون الى الصحاري و الى الخلاء و الى الجبال ويرمونها لتأكل منها الطيور و تأكل الحشرات و تأكل السباع و تأكل النمور و يأكل الحيتان في قاع البحر الكل يأكل سبحان الله في فترة زمنية قليلة جدا اغنى الله تعالى العباد هنا ايوا الاحباب الكرام نطرح السؤال يعني ما معنى هذا الكلام هذه في النظرية الاقتصادية في نظرية كثيرة ادم سميت يقول لك اليد الخفية هي تعمل عملها في النظام الرأسمالي و النظام الشراكي يقول لابد من ان نقيم وقفات و احتجاجات و ان الحقوق لا تعطى بل تنتزع بالقوة لكن النظام الاسلامي يقول علينا ان نعيد تربية المجتمع نربي انفسنا اجمعين نربي على الايمان و على اليقين و على الرضا و على القناعة و على التقليل من النفقات و نأمر التجار بان يتجنبوا الاحتكار و يتجنبوا رفع الاسعار و ايضا نطلب من الحكومة ان تجتهد العقول الكثيرة المتعددة كلها ينبغي ان تتعاون من اجل ايجاد الحلول المناسبة و رؤية مستقبلية بعيدة ثم العلماء العلماء دورهم كبير نلاحظ بان دور العلماء صار في عصرنا هذا خافتا للأسف ينبغي ان يكون عندهم دور عظيم اولا تقوموا بدور بحل رجال مطافئ يطفئون الفتن ثم بعد ذلك يوقدون في النفوس شارة الايمان و اليقين و المحبة و التعاون و التضامن و التكافل ثم الصلحة من ابناء هذه الامة يكثرون من الدعاء كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الازمات يكثر من الدعاء و يطلب من الله الباركة كان سيد النبي دائما لا شفش مظهر يدعو للناس بالباركة فمثل اذا تزوج احدهم يقول له بارك الله لك و بارك فيك و بارك عليك و جمع بينكم في خير كانت ام انس قالت يا رسول الله ان ابن تزوج و فقير و عنده مشاكل قال اللهم يا ربي بارك له فيما رزقته اللهم اكتر ماله و اكتر ولده و بارك له يا ربي فيما رزقته فقال سيدنا انس بعد مدة قليلة يعني تكتر اولاده و توافرت امواله و كترت عليه الخيرات بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النفس بالبركة كان يقول اللهم و بارك لي فيما اعطيت بارك لي فيما اعطيت فنحن ايها الاحباب الكرام في حاجة ان ندعو جميعا للبركة نحن في ايام فاضلة نحن الان في شعبان و او شكنا ان نصدف النصف من شعبان الذي يغفر فيه الله لكل العباد الا لمشرك او مشحم فليلة نصف من شعبان على وشك يوم الاربعاء ان شاء الله و كذلك نحمد ربنا عز و جل هذا الامطار ذي الخير و التلوج الكثيرة كلها اشارة مفرحة على ان ربنا يحبنا و ان الخير الى الامام باذن الله ثم علينا جميعا ان نتكاتف علينا جميعا ان نتعاون و ان ياخذ القوي مننا بيد اخذه الضعيف والصلحاء لامها الدينا والجدات والصالحين في المساجد لا تبخلوا علينا و على هذه الامة بالدعاء فدعاءكم مستجاب لانكم انتم بعيدون عن الخطايا وبعيدون عن السرع انتم مقبلون على الضر الاخرة و عندكم ايمان اقوى منا ادعو الله لنا كثيرا بالبركة والخيرات و ان شاء الله و باذن الله و بفضل الله سيكون الخير الى الامام فاللهم يا رب يا كريم بارك لنا فيما اعطيتنا اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اجعلوا يا رب كما قلت بلدة طيبة ورب غفور امين امين يا ارحم الراحمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة